عمّت الاحتفالات الجماهيرية شوارع أقضية الأنبار بمناسبة تحقيق تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المركز الأول على محافظة الأنبار بنتائج التصويت في انتخابات مجالس المحافظات هذه النتائج تعني أن التحالف الذي يقوده الحلبوسي سيمضي في تشكيل الحكومة المحلية باعتباره حصد أعلى نسبة أصوات وبينما ينتظر السكان تشكيل الحكومة المحلية القادمة يعلق الأنباريون آمالا بأنها ستسهم في تحسين واقع الخدمات واستثمار الطاقة الكاملة في صحراء الأنبار والعمل على إنشاء بنية تحتية تتلاءم مع طبيعة التنمية المستدامة حزب تقدم حقق أيضا نتائج غير معتادة في اقتراع مجالس المحافظات إذ جاء أولا في بغداد التي شهدت أقوى المنافسات واكتسح في الأنبار وهي معقل خصومه الذين احتفلوا مؤخرا بما أسموه نهاية الحلبوسي كما حصد مراكز متقدمة في محافظات أخرى وصوت له نحو نصف مليون ناخب في عموم البلاد هذا وأبدى قياديون في حزب تقدم تفاؤلا شديدا بنتائج حزبهم في الانتخابات مؤكدين أن الجمهور التف أكثر حول رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي نتيجة ما تعرضوا له في الفترة المنصرمة كما أن الزمن سيظهر الحقائق على حد قولهم ترجمة نانسي قنقر